مشاهدين كرام دلوقتي بقى معاد الفن والفنانين هنعرف مع حضراتكو ليه مخرج مسلسل واصل أمانة اللي بيلعب بطولته علي ربيع ومصطفى خاطر بيصور بوحدة تصوير تانية وكمان انتظار صبري فواز لعودة التيران عشان يكمل دوره في مسلسل اسود فاتح مع هيفاء وهبي وإيه أغاني ألبوم الجديد اللي انتهت من تصويره المطربة رهام عبد الحكيم وليه صورة بيومي فؤاد بتتصدر بوستر فيلم البعض اللي يذهب للمأزون مرتين وأخبار إرادات حفلة ماريا كاري والليدي جاجا واللي اتضاعت على اليوتيوب يلا بينا تعالوا نشوف هنبدأ بالمخرج معتز التوني واللي استعان بوحدة تصوير تانية عشان ينتهي من تصوير مسلسل واصل أمانة بسرعة وده عشان يقدر يلحق العرض في رمضان اللي جاي بإذن الله المسلسل اللي بيلعب بطولته الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر في أول تعاون بينهم وده في الدراما التلفزيونية والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبتدور أحداثه بشكل كوميدي حوالين اتنين عطلين بيمضوا على واصل أمانة ومش بيقدروا يسدوا الفلوس اللي عليهم ونروح بقى للفنان صبري فواز اللي في انتظار قرار استقناف تصوير المسلسلات تاني في لبنان وكمان عودة حركة التيران عشان يقدر يروح يكمل تصوير دوره في مسلسل اسود فاتح مع النجمة هيفاء واهبي والوقف تصويره هو وكل المسلسلات اللي بتتصور في لبنان لحد ما تنتهي أزمة فيروس كورونا وبيلعب صبري فواز دور محامي بيساعد بطلة المسلسل في الخروج من السجن بعد ما تحبس الظلم انتهت المطربة ريهام عبد الحكيم من تسجيل كل أغاني ألبومها الدين الجديد اللي بيدم خمس أغاني واللي بتتعاون فيه مع اتنين شعراء أحمد شتا وأحمد عبد المنعم وكمان الملحن وليد منير المفروض حينزل الألبوم في شهر رمضان اللي جاي على قناة ريهام عبد الحكيم على اليوتيوب ومن الأغاني اللي موجودة في الألبوم أغنية حب رسول الله وأعمل اللي عليك أما المنتج وائل عبد الله واللي كشف عن بوستر فيلمه الجديد واللي بيتصدره الفنان بايومي فؤاد الفيلم اسمه البعض اللي يذهب للمأزون مرتين وكان من المتوقع أن الفيلم ده ينزل في العيد الصغير ولكن مع حالة وقف قرار يعني إغلاق لكل استريمات بسبب فيروس كورونا قال وائل أنه ما لقيتش أفضل من صورة بايومي فؤاد عشان تنزل في الحظر والمفروض الفيلم ده يتعرض قريب لكن بسبب الظروف اللي بنعيشها وبيعيشها العالم كله محدش عارف إمتى الفيلم ما هيتعرض بالزبط والفيلم ده من تأليف أيمن الوطار وإقراج خالد الحلفاوي وبيلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز ومعه دينا الشربيني وماجد الكدواني وعدد كبير قوي من ديوف الشرف الحفل الخيري اللي تعرض على الانترنت يوم الحد اللي فات وشارك فيه نجوم الموسيقى والغناء زي فريق باكستريت بويز والمغنية ماريا كاري وليدي جاجا المغني كمان تيم ماجرو وقدموا ألتن جون من مطبخ بيته حقق إرادات وصلت لـ 8 مليون دولار كلها تروح لمساعدة الناس اللي بيواجهوا أزامات مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وده في أمريكا الحفلة استمرت أربع ساعات على الهوى من غير أي فواصل شافها حوالي 8 مليون و700 ألف مشاهد وكان من ضمن الأغاني اللي تغنت في الحفلة يعني دي كانت ضمن قصص شخصية لممردين وده كاترة والدور اللي بيعملوه لمواجهة الوباء ده أما مبارح فاتوفى الممثل العالمي وأحد أبطال سلسلة ستار وورز أندرو جاك بعد إصابته بفيروس كورونا وأندرو جاك الحقيقة مش أول ممثل يتوفى بسبب فيروس كورونا فكمان اتوفى قبله الممثل الكوميدي الياباني كين شي مورا واللي توفى عن عمر يناهز السبعين بعد معانا من مضاعفات فيروس كورونا وكمان الممثل الأمريكي العالمي موارك بلوم واللي رحل عن عمر ناهز 69 عام كده مشاهدين الكرام تكون خلصة كل أخبارنا الفنية هرجع معاك والهيبة نكمل فقرات صباح الخير يا مصر إليك يا هيبة